السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم عن حاجة اسمه السؤال المزيل ايه هو و ايه حالاته وشكله عامل ازاي ركز في الفيديو ده بامر الله هتفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه هو السؤال المزيل هنددله تعريف كده جماعة السريحة هو سؤال يأتي في ما بينقصين كده ذايل الجملة الخبرية بيجي في اخر الجملة الخبرية عشان كده انا عسل منها سؤال مذيل مذيل جا في اخر الكلام لا ومش اي كلام في اخر الجملة الخبرية بغرض اتأكد من شيء ما لو جيت وقلت لك مثلا نص كده الدرس ده سهل مش كده عارف كلمة مش كده دي هي دي السؤال المزيل بقول لك الدرس ده سهل جملة عادية خبرية مش كده كلمة مش كده دي اللي احنا بنقولها بالبلد كده او بالعامية الدرجة الغرض منها ايه لما تيجي تقولها في اخر الكلام انك عايز تتأكد من ظنك او مما تعتقده هو ده الغرض من السؤال المزيل بيجيني في اخر الجملة بعد ما تقول خبر بيجي في اخرها علشان خطر يتأكد ان الخبر ده صح او لا في شوية حاجات مهمة اوي في السؤال المزيل دي لازم تعرفها انه مكون من فعل مساعد زاد فاعل اتنين يأتي في اخر الجملة ثلاثة الفاعل لابد وان يكون ضمير يعني ما نفعش اسم اربعة لابد من اختصار النفع مع الفعل المساعد اللي هو ده يعني يعني ده لو هيجيني منفي لازم النفي بتاعه كن مختصر خمسة الجملة الخبرية المثبتة سؤالها المذيل اللي هو هيجي في اخرها يعني منفي والعكس يعني ايه والعكس يعني الجملة الخبرية المنفية سؤالها المذيل هيكون مثبت ستة الاجابة على السؤال المذيل تكون عكس حالته يعني لو السؤال المذيل اركز معي بقى لو كان جاي لمثبت تخيل ان الاجابة طبعا يا جماعة بحط علمت استفان في اخره ما سؤال الاجابة عليه بتكون بنوم طيب لو كان السؤال او لو كانت الجملة الخبرية او كان السؤال المذيل الاسف لو كان السؤال المذيل منفي السؤال المذيل منفي فهيبقى الاجابة عليه بي اس ركز بقى في شوية التفاصيل ده يا جماعة هي الاساس اللي هنشتار عليه بعد كده شوية تعمل سيبقى يا جماعة كده عشان خطر نطبق عليهم الكام جملة اللي احنا وناهم دول بالعربي بعد ما توحد الله وتصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو جيت و قلتلك علي اعمل بقى احنا كده ايه كاما هدي جملة جماعة عندك ايه فيها فاعل فيها فاعل مساعد فيها فاعل بقى وفيها عند حال ده جملة خبرية كاملة خلي بالك جملة خبرية كاملة الاركان لما نيجي نعمل سؤال مذالبا هنيجي في اخيرها شاف انت بعد ما عملنا الكاما دي هتيجي انت تعمل ازاي بقى القاعدة بتقول لك انه بتجيب الفاعل المساعد سم الفاعل طب الفاعل المساعد اهو شو ده جماعة شو ده الفاعل المساعد حطيته انا هنا بس بص بقى شو في اللي حصل عندي هو كان هنا جماعة فاعل مساعد مثبت صح انا بقى هنا بقى فاعل مساعد بس ما ان فيه يبقى از بقى ازنط طب لو فيه هتبقى ازنط طب وزنط طب وزنط طب كان كانت طب كانت كانت طب كانت طب كانت طب وينت؟ طيب اه وصلة لابة بتاعة الفاعل مساعد دي خلص كده السؤال مزايل لا طبعا لسه في حاجة تالية الفاعل من الفاعل يعني انا بجيبش حاجة من عندي يا جماعة هو انا بجيب السؤال المزايل من قلب الجملة نفسها الخبرية اللي قبل فالفاعل عندي اهو احيينا عالي ده ده الفاعل هو نوعه كده اسم صح طب تعالى بقى الاخر هنحط هي معناه ايه بقى الكلام ده معناه اليس كذلك مش كده برضو ولا ايه معناها كده يعني مش كده برضو عالي ده بيذكر بجد مش كده بقى تأكد بس كان عالي او المعلومة اللي اتقالت دي صحيحة ولا لا 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 لاحظ بقى معي رقم واحد ادي فعلي مساعد ثم فاعل مظبوط جاي في اخر الجملة اهو يا جماعة الخبرية اه مظبوط الفاعل عندي اللي انا استهدنت السؤال المزيل جي ضمير رغم انها في الجملة الخبرية اسم بس لا القاعدة بتقول لازم يكون ضمير النفي الموجود عندي خلي بالك بقى شاف انت لازم ان النفي يكون مختصر تمام عايزين بقى نبص هوجاني مثبت او من في عشان في هنا اثبات طب لو كان هنا نفي كان هاتين هنا مثبت عايزين نجاو مش ده سؤال يا جماعة مش ده سؤال مش ده سؤال كده اه سؤال يا مسترف عادي وله اجابة بس بما انه بقى سؤال سؤال منفي اقول يس واقول هي از طب هو لو كان مثبت نو هي از انت تبقى الاجاب عكس شكل السؤال ها اللي جابة السؤال المنفي اللي جابة عليه بيس المثبت اللي جابة عليه بنو هاسألني واحد يقول يا مستر طب انا فارضا بقى ان الجملة ما فيهاش عندي فعل مساعد افتيكوس انا مثلا يعني جمل زي جمل الماضي البسيط والمضارع البسيط عايز اعمل لها سؤال مزايا ولا فيها الا ام ولا از ولا كان ولا كود ولا القصد كلها بكل بساطة قال لك لو الجملة ما فيهاش فعل مساعد نتبع التالي بعد ما اتصال على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الجملة بتاعت الخبرية اولها فاعل وبعد الفاعل ده لقيت مصدر الفاعل خلاص يبقى حضرتك سؤال المزيل هيكون ضمت زائد الفاعل تمام زي بالظت كده لو جيت وقلت لك والله احنا بنذاكر كل يوم عزينا مسؤال مزال على دي هتلاقي فاعل ود الفاعل وما فيش عندي على المساعدة الراجل بيقول حاجة بسيطة خالص مش في مصدر الفاعل بعد الفاعل حط بس انا ليه مش عارفين كتبت كلمة دي يعني ولا لا هم دي يعني معلش هنحط الفاعل ايا كان هو مين طبعا انا بادئ بوي بقى ضمت وي وعلامة الاستفادة طب فرضا لو كانت الجملة عندي الخبرية مبدوقة ببعد الفاعل ولقيت مصدر مضاف له اس الراجل بيقول لي ان اغتيجي في السؤال المزيل وتروح جاي لازق له كلمة او الفاعل المساعد وبعدين تحط الفاعل معلش بقى هيكون هنا مفرد اكيد زي بالزلط كده لو قلت والله او استاذ شي بتذكر كتير اول وعايزين نعمل سؤال مزيل هلك عادي مش ده فاعل مضاف له اس اه او استاذ فيش فاعل مساعد خلاص وبعد كده حطيلي الفاعل اللي هي شي طيب لو كانت بقى الجملة الخبرية بعد الفاعل بقيت وحطيط لي الماضي بسيط او حاجة اسمها التصريف التاني للفاعل التصريف التاني للفاعل راجل بيقول لي هتيجي في السؤال المزيل وتروح جاي حاطت didn't plus الفاعل زي بالزلط كده لو جيت وقلت شي اه نظافة الحجرة بتاعتها ليجي بقى في السؤال مزيل مش ده تصريف تاني يا جماعة ماضي بسيط مفيش فاعل مساعد في تصريف تاني didn't ده الكلام ده لو ايه لو الجملة ما فيهاش فاعل مساعد يا جماعة ده الشكل عادي خدع زي ايه بالزبط كده يعني انا مسلا جملة عندي مبدوة بفاعل ولا ايه بعد الفاعل ده verb to have verb to have اللي هو have او has او had راجل بيقول لي لو جاني بعد ال verb to have تصريف تالت يبقى السؤال المزيل حيبقى نفس ال verb to have يعني have مثلا تبقى haven't has هتبقى hasn't had هتبقى hadn't وحطيلي بقى بعد كده فاعل الجملة وعلى متى الاستفاهم عادي اما بقى لو جاني يا جماعة وقال لي ان بعد الفاعل verb to have ده جيبا عدي اسم شيء مملوك اسم شيء مملوك الحالة دي في السؤال المزيل يا جماعة لا الامر يختلف تماما ازاي؟ هو هنا اصبح فاعل اساسي هنا كان مجرد فاعل مساعد استخدمته في النافي لا هنا بقى اصبح فاعل اساسي فانا هتعامل في السؤال المزيل على حسب الزمن اللي جاي فيك فاعل اساسي يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو مثلا جاي لي have a car have فالسؤال المزيل اسد have هيبقى don't طب لو جاني هذا car هذا وبعدها اسم مملوك فالسؤال المزيل هيبقى doesn't لقيت كلمة have a car have بقى تصريف تاني فالسؤال المزيل هيكون قصد كلمة have هو didn't وبعد كده بروح جاي حاطت برضه فاعل الجملة وعلانة الاستفادة مثال بسيط كده عشان خاطر يوضح لك الليلة لو جيت وقلت we have boot اكر استرين عربية جملة زي دي لما نيجي نعمل سؤال المزيل عليها بص بقى حط spot كده على have هتلاقي ان فيه بعد have تصريف تالت يعني ايه هنا فعل المساعد في الحالة دي اعمل ازاي؟ هروح جاي كلمة have نفسها استخدمها في السؤال المزيل haven't والفعل عندي we فقول haven't we we have اكر عندنا عربية ايه بقى اللي حصل هنا مفيش فعلة اساسي فhave هي اصبحت الفعل الاساسي ففي حالة دي استخدم haven't قال لك لا انت حضرتك تروح جاي don't we طب ليه don't اصل هي have في المضارع الجاية مع الجامعة ودي مضارع بسيط ولكن انت استخدم doesn't لو فيه has هنا بعد المفرد طب انت استخدم didn't هنا قال لك لو كانت have ديت هاد تصريف تاني في شوية اختصارات بقى الحقيقية يعني لو ما انتش مركز ما تاخدش بالك المساعد المزيل ده ممكن يبقى عمل ازاي اللي هي منهم مسألة يا جماعة الابوستروفي دي دي جماعة هنحتار فيها قوي لما نيجي نحطها في السؤال المزيل يعني هالا في جملة خبرية وهنعمل سؤال المزيل على اساس وجودها تحتار فيها بس هو ما فيش حيرة ولا حاجة لو قلتلك ان لو انا لقيت بعدها مصدر الفعل او لقيت بعدها كلمة better او better او لقيت بعدها كلمة love او لقيت بعدها كلمة prefer تمام كده اعرف انها فرشور كده اختصار لمين بقى بس بس اختصار لكلمة ود لكن لو لقيت بعدها تصريف ثالت فاعرف ان هي اختصار لهاد خلاص طبعا 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 اصبحت اختصار لود فالسؤال المزيل هيبقى wouldn't ما هي ود مثبتة فهتبقى wouldn't في اخر الكلام نفس الكلام هنا بقى لما تكون اختصار هي الهد السؤال المزيل هيكون مين هيكون مين يا سيدي طبعا انا عندي بقى اللي هي الاباستروفي اس ارش نظبط مكانها كده الاباستروفي اس بوس اس لو بعدها اس او نون عشان الجماعة اللي بيحبوا الانجلش او نون لو بعدها او لو بعدها اللي هي الصفة فهي في الحالة دي اختصار لمين بقى وعلى اساسه فالسؤال المزيل هيكون حزنت لو لقيب بعدها بقى التصريف التالت اباستروفي اس والتصريف التالت فهي اختصار لهاز وعلى اساسه السؤال المزيل هيكون حزنت شوية سوابت بقى ملهمش عادلة يعني بص انت بتحفظهم زي ما هم كده لو الجملة عندك بدأت بواحد فيهم السؤال المزيل بيبقى شكله ثابت من مفوش تأويل او تغيير اولهم كلمة لتس بالصيغة المختصرة والصيغة الكاملة لتس ولتقص لتس وجودة عندي في اول الجملة يخلي السؤال المزيل بتاعي شل او شان توي تمام كده؟ ده بيرجع لان كلمة لتس اسلوب اقتراح فلما جيت في السؤال المزيل حطت اقتراح زيها برده مرة بالاثبات او النفل اللي تنصحها اما لتقص عندي بالصيغة المختصرة بالصيغة الكاملة اسف فدي تبقى فعل امر الفعل الامر عندي بستخدم عندي معيه كنمير ثابت لو في عندي جملة بدأت بصفة الصفة دي تمشي مع عاقل وغير عاقل زي انتريستنج ليه شيق بورنج ممل ممكن اصبها فيلم ممكن اصبها شخص في الحالة دي القعدة بتقولي انك الصفة اللي ممكن تنفع مع الغير عاقل والعاقل اما اذا كانت الصفة عندي او الجملة عندي مبدوئة بصفة او هي الجملة كلها كانت صفة بس تمشي معاقل زي جميل مؤدب قليل ادب يعني ممكن الجملة تبقى صفة بس اه صفة بسي في الحالة دي طالما انها عايدة على عاقل او تنفع معاقل يبقى نحط ازنت هي او شي على حسب ان هي او اللي انت تقصده بيه بعد كده رجع وقال لي ان ذيس وذات الاتنين دول اسماء اشارة جماعة بيستخدموا للاشارة الى مفرد فانا بقى استخدم الضمير ات عايدة عليهم بغض النظر بقى عن مين الفعل المساعد اللي موجود هنا جماعة يعني عادي ما هو لما يقول لي مثلا this is isn't it that is isn't it برضو طب لو جاني الفعل المساعد من فيه خلاص اثبته بس ما هو من ان ات عندي ضمير ثابت يعني لو قال لي this isn't يبقى is it that isn't يبقى is it يبقى الفعل المساعد اللي هجينينا مش قصتي في حاجة القصة كلها في ان انا اقدر بكل بساطة اخلي it هو الاساس اما الفعل المساعد اشكله بقى بالنفق او الاثبات الحسب اللي جاي بعد بس او ذات طب الجملة عندي مبدوها بthere ما فيهاش اي تغيير هي there حطها في سؤال المزايا لنفس الكلام there is isn't there there isn't is there حلاص ده لو جملة بدأت بداية بستخدمها وبرضو الفعل المساعد بتعمل معامل الاثبات والنفق عادي بعد كده قال لي طب لو فيه عندي اسم شرة ذي this و those طب الاتنين دول بيشور الى جامع عليك الضمير اللي عيد عليه في سؤال المزايا هيبقى they وبرضو نفس الكلام عندي بغض النظر عن الفعل المساعد اللي موجود هنا لو جاي مثبت حطه من فيه قبل they لو جاي بعد دول من فيه حطه مثبت قبل they اللي هم اللي عندي الامرية اللي مبدوها بفعل في المصدر زي study play clean let us قال ليك تعمل سؤال المزايا بتاعها I want you طب لو كانت الامر من فيه من فيه خلي بالك بقى من فيه يعني don't study don't play don't clean don't speak خلاص يبقى سؤال المزايا بتاعها يبقى well you نافي مش شكل النافي يعني ايه نافي مش شكل النافي بصر معهم هو احنا يعني الغالب مننا كطالبة فاهم ان النافي ده بيكون او بص 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 بيكون بيوضع كلمة نط بعدها فعلا مساعد وخلاص بيكون بوضع كلمة نط طب انا عايز اقولك ان ده عندي مش ثابت فيه عندي كلمات نافي تانية يعني يظهر للطالب على ان الجملة عندي مثيبات في وجودها زي مثلا ان الجملة عندي تكون مبدوقة بفاعل وبعد الفاعل ده اللي ايه حاطيت لك كلمة يا مستر دي مش الحال بتاع لا ما احنا درسنا بقى في فيديو الحال يا جماعة ولا سيبهو لك بازن اسيبهو لك ايه ده نسيبك القايمة كلها بتاعت الفيديوهات بامر لا عشان خاطر تعيش بقى مع نفسك هاردلي اداة نافي بمعنى بالكاد ريرلي نادرا سكارسلي نادرا بيرلي نفس الكلام نادرا نو لونجر معناها لم يعد طبعا نيفر بقى البرنسي بتاع الكبير نيفر خلاص حتى فوجود كلمة فيو وفوجود كلمة لتل دول اداة نافي ده قليل ولا يكفي ده قليل ولا يكفي الفرق بينه من فيو معاها اسم معدود والتي الاسم غير معدود ما لو بقى السؤال المزيل اللى ما يجيني بعد الهيصة دي او للجملة القصة دي او الجملة بتاعتي فيها يعني واحد من الحاجات دي قال لي ان السؤال المزيل مثبت يعني لما نيجي نقول يا استاذ اه بيتنامش بقدر هي نعمل كما كده وعزين سؤال مزيل بقى بس انت هتشوف كلمة هتفتكر لما لسه قالين من شوية ان الفعل اتراما مضاف له اس مفيش عندي فعل مساعد بستخدم دزل لا هروح جاي حاطت كلمة وطبع بما ان الفعل عندي شي فبحط شي زم هين طب لماذا مستر حطت دزل ما هي الجملة عندي المثبتة لا يا حبيب من فيا بنيفر عشان كده قلت دزل ما قلتش دزل اقص على ذلك بقى نفس الكلام ده لو جي مكان كلمة نيفر ايه كانت بواخة دي يا مقصدت منها بواخة عن حاجة صعبة لا لا حاجة لذيذة قوي يعني تحس انها معلومة جديدة شوية بس اقصد هي بواخة دي بقى انها جديدة شوية لكن التعامل معها لذيذة قوي النقط دي جمعة بيقول ايه بقى بيقول ايه لو كانت الجملة عندك الخبرية مبدوها بأفري افري افري او نو او صن و بعدهم كلمة thing كلمة thing جملة عندي اقولها everything nothing something السؤال المزيل عندك هيكون باستخدام ضمير عايد عليهم اللي هو it وطبعا هنا بحط الفعل المساعد عادي بقى على حسب اما اذا كانت الجملة عندي بقى خلي بالك فوجود افري او صن او نو وجاي بعدهم كلمة somebody او someone فالسؤال المزيل ماشي هيكون الضمير اللي موجود فيه كلمة they وبرضو حط انت بقى الفعل المساعد كما يحلولك نشوف امثلة كده جماعة لو قلت something is difficult to understand يعني فيه شيء ما صعب فيه لما نيجي نعمل سؤال مزيلة جماعة طبعا انا بقول something is واخبرك انت فهقول isn't انا الضمير بقى اللي هيتحط بعد كده اللي هو كلمة مين it عشان خاطر something عايز افكرك على فكرة من ان لو قلت كلمة nothing nothing كلمة is دي يا جماعة هتنزل مثبتة ليه لان nothing عنده اسلوب نفي طيب لو جيب بقى في مسال قلت طيب someone someone is at home شخص ما موجود في البيت معرفش بقى ان كان مفرد مؤنث ولا مذكر خلاص او واحد او اكثر من واحد في الحالة دي يا جماعة شايفين از بطر اقول aren't عنيش كده بطر اقول aren't they وعشان اسهل عليك الحوار قوي انت شفت كلمة someone ماشي روح اعمل they في اخر السؤال المزيل وبالنسبة للفعل المساعد تعال بقى شوف يا سيدي الفعل المساعد اللي جاي في الجملة الخبرية ده مفرد هتتجمع منه وحطه قبل ذي بس يعني شفت some one حط ذي ارجع بقى للفعل مساعد شوفوا مين ده از هتتجمع منه يبقار وطبعا هتعكس الحالة بتاعته يعني اللي هو از مثبتة يبقار انتمن فيه از انتمن فيه يبقار مثبتة هنا بقى يا سيدي نكون خلصنا درس السؤال المزيل اتمنى يا رب تكون في انتحاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته